بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك من المستشارين ووفد من رجال الأعمال من القطاع الخاص هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس سواء كان على مستوى العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة أو على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم قتل واستهداف للمدنيين الأبرياء من النساء والأطفال فضلا عن المخاوف من اتساع ساحة الصراء الهدف بالزيارة هو الانتقال بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي والتي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية وإقامة الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم بالتأكيد دولة مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وما تمتلك من نفوذ مالي وكذلك شركات عالمية كبرى متخصصة في مختلف المجالات بالتأكيد لقاءنا بالرئيس بايدن سوف يتناول ظروف وأوضاع المنطقة وما تشهده من تصعيد والدور الذي كنا نقوم به سوية طيلة الفترة الماضية وخصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر في أهمية الحفاظ على التهديئة وإيقاف الحرب وعدم السماح باتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة ومهمة مثل منطقة الشرق الأوسط الذي تؤثر على مجمل الاستقرار في العالم اللقاء سوف يستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا التي بدأت بين العراق والتحالف الدولي منذ أكثر من شهرين هذه الحوارات المهمة والتي تهدف إلى الوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية بين العراق ودول التحالف أيضا ستشهد الزيارة عقد الاجتماع الأول لللجنة التنسيقية العليا المشتركة والمعروفة بـ HCC والمعنية بتنفيذ اتفاقية الإطار الستراتيجي منذ إقرار هذه الاتفاقية لم يحصل أي اجتماع على مستوى تنفيذ بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي وسيضم هذا الاجتماع الأول ممثلين عن وزارات عراقية عديدة وقد جرى الإعداد لها منذ فترة هذا الاجتماع سوف يتناول ملفات التجارة والطاقة والاستثمار والنقل والتعليم والثقافة وكذلك مكافحة الفساد واسترداد المال العام الزيارة سوف تشهد لقاءات لنا بوزراء الخارجية والدفاع والخزانة ومستشارية الأمن القومي كذلك لقاء موسع في غرفة التجارة الأمريكية وعدد من رؤساء الشركات النفطية والشركات الصناعية الكبرى إضافة إلى لقاء مع الجالية العراقية في الولايات المتحدة مضمون زيارتنا سيحمل توجه ورغبة في بناء شراكة ستراتيجية مستدامة بين العراق والولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل وحفظ أمن ووحدة وسيادة العراق سنعمل على كل هذه الملفات انطلاقا من المصالح العليا للعراق